السيسي في الواقع يمثل على المصريين انه احناين وانه صادق اوي وانه امين اوي عشان يضحك عليهم ويوريهم صورة غير صورته الحقيقة الواقع بيقول احمد فاهمي بيعمل المسلسل ده عشان ينجح واحتمال احمد فاهمي لو نجح المسلسل ممكن يفكر الا ان تجوا انه يعملوا له جزء تاني منه واحتمال احمد فاهمي يمثل دور سفاح تاني لكن السيسي وخلابيسي وخلابيسي دول كل الافلام اللي بيعملوا له دي عشان عايزين يعملوا جزء تالت مش جزء تاني جزء تالت من مصرحية حقيقية عن الحاكم واللي حواليه والناس القصر اللي حواليه عايزين يعملوا جزء تالت من نفس الفيلم من نفس المسلسل مسلسل السفاح ولو مش مصدق شوف الوزير كامل وزير طالع يقول احنا ضغطنا عالسيسي عشان يترشح وياريته يعملوا الجزء التالت ويكمل المشوار مش عشانه ولا عشان ولاده ولا عشان القصور ولا عشان يروح يقعد هناك في الساحل الشمالي او على رأي ستة شادية هناك في العالي اكتر من ستين يوم خالص ولا عشان يشتري طائرة ملكة السماء بنص مليار دولار في بلد بتشحك خاء انت في حتة تانية الراجل عايزه يكمل عشان مصر اسمع كده ما قدرش ما قدرش على كده ومقام السيدة ده تقريبا فهد بلان المطرب السوري معلش حددك قلت ايه هو قال ايه معلش قال ده الجيش لازم يشيل وهو راجل مدني السيسي راجل مدني لا انا ممكن اعتذر عنه نكمل المقدمة لان انا هايه اللي ادى بيه مين اللي هو راجل مدني السيسي كان ايه طبيب نسا ولادة كان دكتور صيدلي ولا كان مهندس ان شاء كان ايه السيسي عشان يبقى راجل مدني قال لك الجيش لازم يشيل والسيسي راجل مدني لا ده انت راجل بقى لمؤخزة لمؤخزة قوي انت قمة اللي لمؤخزة اسمع تاني هو بيقول الجيش لازم يشيل وهو راجل مدني اسمعها تاني كده احنا اللي ضغطنا على المشارع فتاح السيسي بقى ساعتها انه لازم يترشح ولازم لازم الجيش يشيل طب الجيش يشيل وهو راجل مدني شاء للمسؤولية يبقى كان إمتى مدني ألا كان موظف مثلا في الشهر العقاري وإحنا ما نعرفش يا كامل ده ما ألعش البدلة يا كامل أنا لو الحج اللي جوه قاعد جوه ده لو جوه جاب الفيديو بتاع آخر مرة تشوفوني بالبدلة يقولك يا حج كامل الفيديو ده الراجل ده ما كانش مدني أو لم يعلن تخليه عن البدلة العسكرية إلا هو بيترشح يبقى إمتى كم مدني جاهز الفيديو ده إلعبوا كده العظيم أيها الشعب الأبي الكريم اليوم أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزي العسكري بعد أن قررت إنهاء خدمتي كقائد عام للقوات المسلحة وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي أنا قدت عمره كله جندي في خدمة الوطن وفي خدمة تطلعاته وأماله وسأستمر إن شاء الله اللحظة دي لحظة مهمة جدا بالنسبة لي بس كفاية حول مرة كفاية كامل يا وزير فين هو كان مدني وبيعلن ترى الشوح مش حضرتك تعقل كده وتكلمنا بعقش ولا ما كملش المقدمة يعني ما ما ناكلش عيش بقى ونقعد بقى ونشتغل ولا إي يا كامل يا كامل أنا ساكت عليك من بدري والله ساكت عليك من بدري ما يصحش كده راجل كبارة زيك يجدب على مصر كلها ويجدب على اليوتيوب ويقول الجيش لازم يشيل وهو راجل مدني مدني منين كان بيقامع باميا كان بيناء رز مدني ازاي لما آخر مرة ظهر باللبس العسكري وهو بيعلن ترى الشوح يعني قبل اللحظة دي بتلت دقائق ونص راجل عسكري جدا زي وزيك كامل والله سامهم مش مشكلة إذا سلمنا جدلا إن كلامك صح وإن أنت وشلة الفسدة اللي دمرت مصر كامل ضغطتوا على السيسي جبتوه ولعبتوا عليه ضغط عشان يترشح وإني إذا سلمنا جدلا بإن السيسي ما كانش له نفس يحكم مصر أوكي إذا صدقنا كامل وزير فالسؤال دلوقتي يا كامل ده كان في 2014 طيب ومين اللي ضغط على السيسي في 2018 عشان فترة تانية طيب السؤال تانية كامل ومين اللي بيضغط عليه دلوقتي عشان فترة تالتة يا كامل يا كامل عيب عيب الناس والمصحف أعقل من كده الناس نضجت يا كامل أوقع تفتك إنك هتقولك كلمتين دول فالناس يصدقك إنه مش عايز لا يا حبيبي ده كلام كان يقوله هو في 2014 انت اللي جبتوني وانت اللي قلتوني تعالى ده كلام ده دحج بيه على الستات زمان من اللي ضغط على السيسي عشان يعد للدستور برضو انتو ولا الشعب من اللي ضغط عليه عشان يعد للدستور ويكمل لغاية 23 ومن اللي ضغط على السيسي للوقتي عشان يترشح لحد سنة 30 عيب عيب اعقل كفاية كده كفاية تدليس كفاية تجميل لصورة صفاح سرق البلد وكرسي وسرق خيرها وقتل عيالها عيب من الآخر يا حضرات كل البغبغانات دي مش بس الوزير ولا الباز ولا اللجان وغيرهم كلهم هدفهم حاجة واحدة بس ان السيسي يكمل المشوار